اشتركوا في القناة وحييك أخي الكريم وحيي السيدات والسادة المشاهدين يعني في الحقيقة نحن نقف أمام النظام أصبح له أسلوبه الخاص في هذا المسار مسار مخالفة حقوق الإنسان مسار دعم كثير من المسارات والتجمعات والتنظيمات حقيقة التي توصف في كثير من الدول المحترمة إقليميا وعربيا بأنها جماعات إرهابية سؤال حضرتك لماذا هذا الإصرار من النظام في الدوحة على هذا الموضوع يعني حقيقة الخطوات التي قد تقدمت بها الدوحة على مدى عقدين من الزمان لا تمكنها في حال من الأحوال بالتراجع عن ما قامت به لذلك هي لا تستطيع الفكاك حقيقة من هذا المسار الشيء الآخر يعني هناك في الذهنية السياسية لدى الفاعل السياسي في الدوحة اعتقاد بأن ممارسة مثل هذا المسار وتغذيته بالمال حقيقة الدوحة نحن نعرف أنها لا تملك ميزة نسبية تؤثر بها على الآخرين خاصة هذه الجماعات المنفلتة من النظام ومن الحق والعدل والقانون إلا المال يعني الدوحة بالمال حقيقة تريد أن تخلق لنفسها محيطا تتمنى على مستوى التأثير الإقليمي على مستوى الفاعلية السياسية على مستوى الوجود على مستوى الساحة الدولية كل هذه المحاور في رأيي تدفع الدوحة حقيقة بلا بصيرة أو بلا واقعية إلى هذا المسار المؤسف في الحقيقة أن يوما ستفيق الدوحة على خطأ كل هذه المسارات لأن العالم يرصد والمجتمع الدقلي يرصد اليوم بدأنا نرى أن المجتمع القطري بدأ يرصد وبدأ يسجل وبدأ يعترض وبدأ يحتج وبدأ يقف في وجه هذه الممارسات التي هي في الحقيقة مخالفة لكل الشرائع لكل القوانين لكل الأنظمة لذلك الموضوع لن يستمر حقيقة وإن كنا لم نتوقع يوم من الأيام أن تأتي الفيدرالية الدولية والمنظمة يعني العربية لحقوق الإنسان وترفع إلى المقرر الدولي لحقوق الإنسان بمثل هذه الدعاوة لكن هي اليوم أصبحت حقيقة لأن هناك دفعا سياسيا لأن هناك مالا سياسيا قطريا لأن هناك تأثيرا على مصالح الآخرين لأن هناك دعما حقيقة لإضرار بالآخرين كل هذا في رأيي هو يجيب على سؤالك لماذا الدوحة تصر على هذا المسار هو عدم شعورها بأن هناك فكاك من هذا المسار الذي مرسته على مدى عقدين من الزمان نعم إذا سمحت لي لنتحدث عن الواقع العملي باعتقادك كيف سيكون تعامل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع النظام القطري في حال لم يصحح الأخير مسار سياسته واستمر في المراوغة والتكذيب يعني في المنظور القريب لا يرى هناك اتجاه حقيقيا أو انعطاف حقيقيا لدى صانع السياسة في الدوحة إلى تعديل المسار ولكن المعادلة التي وضعتها الدول المكافحة للإرهاب الدول التي تقف في وجه الدوحة اليوم كانت هي معادلة المقاطعة على الزمن المقاطعة على الزمن بدأت تؤتي نسبيا بعض الآثار الإيجابية التحرك الدولي ولعل هذا المؤتمر الذي شاهدناه ولعل هذا التحرك من الفيدرالية الدولية ومن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التحرك من الإنسان القطري كل هذه التحركات هي كأنها تفتح عين العالم على هذه الممارسات وهي تراكم في الحقيقة كم من المعرفة بحقيقة هذا السلوك السياسي بحقيقة ممارساته المناهضة والمعادية لحقوق الإنسان على مدى زمن أعزعم وأن هناك تراكم من سيكون ضد هذا النظام ليقف حقيقة المنظمات الدولية المختصة المجتمع الدولي الأمم المتحدة الدول الفاعلة والمحبة للأمن والسلم الدوليين خاصة الدول المؤثرة في صناعة السياسة الدولية يعني هذه الدول في رأيي هناك دورا أخلاقيا ودورا عمليا حقيقة لصيانة السلم والأمن الدوليين لكي تتقدم خطوة إلى الأمام ويعني تضع النقاط على الحروف كما يقال وتسمي الفاعل السياسي في الدوحة بما يقوم به بدوره السلبي بأنه داعم حقيقي للرهاب هنا ممكن أن يشكل ضغط ويجعل الدوحة تتراجع عن ما هي فيه اليوم نعم من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر